بسم الله الرحمن الرحيم أزوز يا سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي أبا عبد الله الحسين زيابة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وأحبائي وأقبائي وجيراني ومن قلدني الدعاء والسيارات طاعة قربة إلى الله تعالى السلام عليك يا وابث آدم صفوة الله السلام عليك يا وابث نوح النبي الله السلام عليك يا وابث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وابث موسى كريم الله السلام عليك يا وابث محمد حبيب الله السلام عليك يا وابث أمير المؤمنين السلام عليك يا وابث محمد مصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهرى السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتوم أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمحروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى آتاك اليقين فلعن الله أمة قتلات ولعن الله أمة ظلماتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت بك يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نوا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجس كالجاهلية ينجسها ولم تلبسك من مدله المات ثيابيا وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقيم الرضي الزكيم الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من البكى كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن وبشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سير وأمري لأمركم متبا صلوات الله عليكم وعلى أواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطلكم بأبي أنت وأمي ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله وبك عنده وبالمحل وبالمحل والذي لك لداي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين